التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محمد منصور وزير النقل الأسبق وسامير شفران الرئيس التنفيذي بمجموعة ستلانتس المصنعة للعديد من أنواع السيارات الشهيرة خلال اللقاء تم التأكيد على أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة حيث أن الشركة ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في هذا المجال من جهته أشار رئيس التنفيذي بمجموعة ستلانتس إلى أن الشركة ترغب في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وذلك من أجل إقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المصرية وكذا التصدير من جانبه رحب رئيس الوزراء بمقترح الشركة مؤكدا استعداد الحكومة لتقضيم كل الحوافز الممكن للشركة التي تتوسع في أعمالها وتدخل مجال إنتاج السيارات الكهربائية في مصر شكرا